السلام عليكم كديري اللبس عليكم كانت سمنى تكونوا بخير مرحبا بكم في شيوات السباعي الفيديو دليوم غادي نحضر واحد الحلوة في موتانا والجامع المقادر دي اولها غادي يكونوا عند كل سيدة كجيزوينة وشيشة المقادر اللي عندي غادي نحتاج لها 4 البيضات كبار نحتاج لها 1000 سكر سانيدة زلاف انتاع الزيت خمارة من سعة 8 برام قبيصة الملحة نصف مع القاس غيرا ديال فاني هيت عندي انا في القرعة عبرت نصف مع القاس غيرا قشران نصح حمضة غادي نحتاج لها الطحين لحساب الخاليط ما غاديش نعبرو الطحين حت نشوفوا القياس نحتاج الزين الكوك ألوان أخرين كيف يصير المشماش سائل نحتاج لها نصحامضة معصرة جوج مع القتاع السقار السقيل نبدأ لبركات الله نحضر هذه الحلوة 4 طلبي 3 طلبي 1 طلبي 1 طلبي 1 طلبي 1 طلبي 1 طلبي الملح نضيف الزين الزين نضيف نضيف الكوفي تير نضيف ملائق نضيف الملائق وضيف ملائق نضيف ملائق و نضيف حمض سمكون نضيف حمض نضيف التقصرات الخامض كفيتو حمضة الطحين نزيد الماء الحمارة الغاني سنشبه هذا الكوفي يصير الزيت مع البيض مع السكر صاني ده والزيت ودي مغريبات عادي هادي نديرها على شكل غريبات كي اعطيت تعليقها نبقى ندير الطحين حتى انا دير القياس هي ما غاديش تكون نرقصها لجينة لساعة ما غاديش تكون مطلقة جي على قياس باش نشكلها في الدينة لا نديرها خفيفة بزاف ندير القوام نزيت الطحين ونخلطها لا نديرها اول القوام كما تشاهدون لا نديرها جارية بزاف لا نديرها نشكلها كويرة صغر حيث كنا نديرهم صغر يجبون حسن في المنظر ويجبون متولين ويجبون حسن حتى في الحطة تبصيل ويجبون زوينين والسير اللي في هاد الحلواء كتجي زوينة بتجي الشيشة وكتعلق هو ذاك الكوفيتير اللي كان نرقضوها فيه معتي يكون في زيد فيه الحامض وصقر سقيل وشوية الماء ونغليوه شوية باش يجينا مطلق اللي كان نحطوها فيه كزيت كان دهني دياب الزيت كيما كتشوفو وكان نشكلهم كويرة كم من قبيلات هذه الحلوة دينا بعد ما تطبط المقدار اللي اعطاني اربعة البيضات من ارتبط المقدار اللي اعطاني وكنديرهم صغار هاد اللي بول ونقوم بها نحضر الكوفي نحضر الكوفي كي نلويه في الكوك الكوك انا شريت البيض ولكن لونته هاد الوينة اللي درت لي هاد اللون هادا ودرت لي هادا ودرت لي هادا ودرت هادا والبيض خلاص اللي بغي يدير البيض بوحده يديرو انا غير انا بغيت ندير هاد الالوان وهاد الالوان راه الملوين غدائي كان نرمي قطيرة فيه وكان نحركو ودرت سوف الفران فران سخنسو وحطيسو فيه اتان شف عاد خرجتو كيوليو على هاد الشكل هادا كيولي عادي بحال الكوك البيض سينشف منو هاداك الملوين كيولي عادي انا فضلت غدين ندير لي هاد الالوان ولكن سيدات اللي بغتين لي هاد الالوان ولكن سيدات اللي بغتين لي الكوك بيض ديرو دبا غدين نبدا نحطر في الكوفيتير لان الكوفيتير كان زيت فيه الحامض وكان زيت فيه شوية دلماء وسكر سقيل وكان رضو شوية اغلاف البطن باش الحلوة كجيناه شي شابيه كير الطبهاء كتوقاش قسحة ها القياس دلماء اللي درت ها القياس ديال الحامض ها القياس ديال الحامض تجمع القكبار ديال السكر سقيل تبا هاد الخاليط طول وغادي رضو على البطن شوية طيب وانطلقها ان شاء الله من اللي نوجده باش نلوي فيه الحلوة وانطلقها اول كوفيتير من اللي طيبته بدك شوية ديال الحامض مع السر وسكر سقيل وشوية دلماء كي يجي جاري على هاد القياس هاد باش كيرطب لينها الحلوة وكتجي الشيشة هني ده با غادي نبقى نرميهم في الكوفيتير باش نلويهم في الكوك وانطلقها هيا الحلوة ديالنا كما كتشوفو جدا سايا في طبق تقديم را كتعطي بالزاف ديال الحبات هاد المقدار اللي اعطتكم ديالربعات البيضات كتعطي بالزاف خير لله متمنى تعجبكم طريقتي بتحضير ديالها واللي عجباتو يدير جيم واللي عادي تكتش في القناة يدير ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد راموا فجاء ان شاء الله بتوصلكم وبستحاول راحة